بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حساب نهايات الدوال المثلثية لثالثة ثانوي رقم واحد عن صحبه شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة تسير واقتصاد لأنه تمرين رائع وشامل حيث قال أحسب نهاية الدالة F في كل حالة من الحالات التالية عندنا واحد F لـ X تساوي الناس يوني 6X على X قال النهاية عند ماذا؟ عند الصفر وعندنا ثانيا F لـ X تساوي الناس يوني 2X على جدر X عند الزائد من النهاية وعند الصفر ثالثا عندنا F لـ X تساوي الناس يوني 6X على واحد ناقص كوس X عند كذلك عند الصفر ورابعا وأخيرا قال F لـ X تساوي الناس يوني 1 ناقص كوس X على X مربع عند ماذا؟ عند الصفر إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في المثال الأول الذي هو F لـ X تساوي الناس يوني 6X على X عند ماذا؟ عند الصفر إذن نكتب هنا حساب النهاية في كل حالة إذن أولا عندنا Limit ماذا؟ Limit Sin 6X على X لما X يقول إلى الصفر لو نعوذ تعويض مباشر أبنائي هنا أصبح 6X في صفر هو صفر وهنا صفر لكن السوني الصفر ما هو صفر على صفر إنها حالة حالة عدم التعيين لماذا؟ لأنا ذكرت في حالات التعيين مبرمجة علينا في سنة الثالثة الثانويل اللي هي الصفر على صفر والمال النهاية على المال نهاية لا يهم الزائد أو الناقص والناقص مال نهاية مع الزائد من الجمع ليس فيه وعندنا الصفر في المال نهاية هذه الحالات المبرمجة علينا اللي هي أربع حالات لكن مثالنا هو ماذا؟ هو صفر على صفر وأنا ذكرت عدة مرات قلت لما نجد الحالة صفر على صفر إذا كانت الدلة هذه كثير حدود على كثير حدود فنستعمل الاختزال أما إذا كانت غير كثير حدود لو تلاحظون هذه الدلة مثلثية اللي هي السونيس أو كانت الكوس أو الجذرية أو كذلك ما نسميه اللغة الاتمية أو الأسيا فهنا نتذكر شيء إنه العدد المشتقى العدد المشتقى لما نجد صفر على صفر يعني حتى نحل هذا اللغز العدد المشتقى هنا نفرض دلة اللي هي جي نقول لتكن الدلة جي هكذا حيث عبارة هذه الدلة جي هي هذه هي أبناء إنها ماذا التي هي ماذا التي هي السونيس ستة إكس القابلة لمن لالاشتقاق عند ماذا عند العدد الذي نحسب عنده النهاية عند صفر وماذا وتصبح لنا ماذا تصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي ذلك أركزوا أرجوكم معناها نأتي بهذه الدالة نقوم بعملية الاشتقاق لها هذه لا تنسوا أنها الدالة مركبة الدالة المركبة ما هي هذه ستة إكس مركب الدلة سونيس ماذا تقول لما نشتق مركب دلتين حذاروا تقول قاعدة مشتق هذه التي تكون بالداخل مشتق ستة إكس أكيد هي هو ستة في مشتق هذه التي تكون خارجا ما هو مشتق السونيس هو الكوس هو هنا تبقى هنا ستة إكس أعيد حتى تفهموا مشتق مركب دلتين إذا كانت عندنا هكذا أف دائرة جي أو تقرأ جي تركيب أف مشتقاتهم ماذا تقول القاعدة تقول مشتق هذه البنت التي تكون في البطن جي فتحة في مشتق الأف لكن الجي تبقى في بطن أمها حتى تفهموا هكذا أعيد حتى تفهموا لأن الكثير لا يفهم كيف يشتق مركب دلتين هنا لو نأتي الآن إلى سينيس قلت ستة إكس هذه مركب دلتين المشتق لديها ماذا يقول يقول مشتق هذه البنت يعني مشتق ستة إكس ما هو هو ستة في مشتق هذه الأم مشتق السينيس هو الكوسينيس لكن هذه الكتابة تبقى هنا في البطن معناه هنا ستة إكس إذن حتى تفضها مشتق البنت في مشتق الأم للبنت حتى تفهموا الفكرة بقاعدة التركيب إذن مشتق مركب دلتين هو مشتق هذا الذي يكون بالداخل في مشتق هذا الذي يكون بالخارج وهنا تبقى دائما البنت في بطن أمها أرجو قد فهمتوا الآن كيف عملية مشتق مركب دلتين إذن فهنا ستقول قاعدة تساوي هنا جي فتحة لمن لصفر جي فتحة لصفر معناه نأتي إلى هذه العبارة فقط ونقوم بعملية التعويض بكل بسط يقول أحدكم وهذا الإكس لا نهتم له أصلا لماذا؟ لأن هذه النهاية في الأصلية مكتوبة هكذا جي لإكس ناقص جي لصفر على إكس ناقص صفر لما الإكس يقول إلى الصفر وتساوي لنا جي فتحة لصفر يعني ما نسميه العدد المشتق حتى تفهموا الفكرة جيدا وتساوي لنا ستة في كوس ماذا؟ في كوس ستة في صفر وتساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ستة في كوس ستة في صفر وهو الصفر وكوس الصفر معروف أنه واحد سبحانا ستة في واحد ألا وهي ستة إلى النهاية هذه تطي لكم ستة يعني أرجو قد فهمتم قاعدة ماذا؟ العدد المشتق إذن قلت لما نجد صفر على الصفر والدالة ليس كثير هدود إما إنها الدالة مثلثية فنفكر أنه نختار نقول هذه نعتبرها الدالة جي ونقوم باشتقاقها ونعوذ فيها بالعدد صفر وهو الجواب بكل بساطة حتى تتفهموا الفكرة وأعطي لكم كذلك كقاعدة إحفاظها في الحالة العامة إذا كان عندنا ركزوا لأن باقي الأمثلة سوف نختصرون بهذا الجواب إذا كانت عندنا لميت هكذا سينس آ إكس على ماذا؟ على آ إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر هذه تسوي لنا واحد إحفاظوها قلت تسوي لنا واحد مثلا إذا أعطيت لنا لميت سينس ستة إكس على ستة إكس ليس على الإكس مثل هذا على ستة إكس لما إكس يؤول إلى الصفر هذه مباشرة تعطي لكم واحد لماذا تعطي لنا واحد؟ لأن هذا انظروا هذا لهو يشبه هذا ماذا أعطي لنا؟ أعطي لنا ستة وبقيت لنا ستة هذه التي في المقام معناه على ستة وتسوي لنا واحد إذن الشيء الوحيد الذي عليكم أن تحفظوه بطريقة جد بسيطة أن كل نهاية مكتوبة على شكل سينس آ إكس على آ إكس لما إكس يؤول إلى الصفر تسوي لنا واحد مهما كان هذا آ حتى ولو كان هذا آ حتى نلخص الأمور حتى ولو كان مكتوبة هكذا سينس آ إكس على إثنان على إكس على إثنان هكذا لما الإكس يؤول إلى الصفر فهذه تعطي لكم واحد مهما كان لأنها مكتوبة على شكل آ إكس آ إكس إلا أن آ في هذا المثال هو واحد على إثنان لأن هذه في الأصل مكتوبة هكذا لميت سينس واحد على إثنان في إكس على واحد على إثنان في إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر وتسوي لنا قلنا واحد أرجو قد فهمتم الفكرة العامة لهذا الأمثلة من هذا النوع إذن بعد هذا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال وأرجو قد فهمتم قاعدة العدد المشتق نأتي الآن إلى المثال الثاني أفل إكس يسعي لنا سينس إثنان إكس على جذر إكس عند الزائد ما هي وعند الصفر ننطلق أولا بعند الصفر حتى يصل الأمر إذن عندنا كذلك لميت سينس ماذا؟ إثنان إكس على عفوا قلت على جذر إكس لما الإكس أولا يقول إلى الصفر لو نعوذ هنا بالصفر صبح لنا سينس الصفر هو صفر وهنا صفر حالة عدم التهيين أكيد نفكر في العدد المشتق لكن ركزوا معي أرجوكم ما رأيكم أبنائي مع ماذا؟ مع إكس؟ جذر إكس أكيد لا يساوي الصفر لأن الأمر متعلق بالمقام لاحظوا جيدا فيمكن أن نقوم بالضرب هنا في جذر إكس وهنا في جذر إكس فلا يحدث شيء ركزوا أرجوكم فطبعنا تساوينا لميت جذر إكس في سينس إثنان إكس على ماذا؟ على إكس لأن جذر إكس في جذر إكس يساوي إكس معا قلنا جذر إكس لا يساوي الصفر لأن النقام يجب أن يختلف عن الصفر لما إكس يقول إلى الصفر لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذه القاعدة التي لميت سينس آ إكس على ماذا؟ على آ إكس لما إكس يقول إلى الصفر قلنا هاتو سيكون واحد لكن هل هذه مكتوبة على هذا الشكل؟ لا إنما ينقصنا الإثنان نضرب هنا في إثنان وهنا في إثنان الكسر إذا ضرب في البسط والمقام في نفس الأعدد فلا يحدث شيء فيصبح لنا هذا ما هي قيمته؟ ها هي قيمته؟ كم؟ هي واحد فتصبح لنا تساوي لنا لميت ماذا؟ لميت إثنان قلنا في جذر إكس هكذا في سينس إثنان إكس على ماذا؟ على إثنان إكس هذه كم تعطي لكم؟ تعطي لنا قلنا واحد وهنا إكس قلنا يقول إلى الصفر عوضوا الآن هنا بالصفر صفر في إثنان إذن هنا نعوض قلنا هذه انتهى أمرها قد أعطت لنا واحد وهنا نعوض به الصفر إثنان في جذر الصفر هي الصفر الصفر في الواحد إنه الصفر إذن هذه النهاية تعطي لنا الصفر إذن نهاية لميت أف لإكس لما الإكس يقول إلى الصفر كم؟ إنها الصفر فقط أرجو قد فهمتم إذن هنا ماذا فعلت أبنائي أولا جعلتها مكتوبة على هذا الشكل كيف ذلك؟ ضربت البسط والمقام أولا في جذر إكس مع الجذر إكس لا يساوي الصفر لأنه يقع في المقام فبدلنا أنه بقي لنا هنا أن نكتبها على هذا الصفر فضربت هنا في إثنان وهنا في إثنان فقمت هنا بالتأطير هذا الذي باللون الأحمر أصبحت النهاية مشهورة إنها واحد فهنا أصبحت إثنان في صفر هو صفر في واحد إنه الصفر فقط الآن هذه فيما يخص عندما حسبناها عند ماذا؟ عند صفر بقي لنا الآن أن نقوم بحسابها عند الزائد مالنهاية التي هي لميت ماذا؟ السينيس كذلك سينيس إثنان إكس على ماذا؟ على الجذر إكس لما الإكس قلنا يقول الآن إلى الزائد مالنهاية لاحظوا جيدا إذن ننطلق ما المعروف يا أبنائي أن هنا علينا أن نستغل بما أن الأمر متعلق بالمال نهاية نستعمل مبرهنة الحصرة فنقول هكذا فالمعلوم أن السينيس إثنان إكس محصور أكيد ما بين الناقس واحد والواحد لا جذر السينيس دائما محصور ما بين الناقس واحد والواحد وعندنا من أجل ماذا؟ من أجل إكس أكبرت من الصفر ها هو أكبرت من الصفر لأنه يقع في المقام فإن ماذا؟ فإن جذر إكس يصبح كذلك أكبر من الصفر أي ماذا؟ أي أن واحد على جذر إكس يبقى دائما أكبرت من الصفر الآن إذا سمينا هذه المتبينة واحد نقول بضرب واحد في العدد واحد على جذر إكس لأن هذه القيمة مجابة تماما فلا تؤثر يا أبنائي فتصبح لكم هكذا فتصبح هنا واحد على جذر إكس أكبر أو يساوي ماذا؟ سينيس اثنان إكس على جذر إكس وأكبر أو يساوي ناقس واحد على جذر إكس ما معناه؟ معناه هنا ضربت في جذر إكس في واحد على جذر إكس وهنا في واحد على جذر إكس وهنا في واحد على جذر إكس 1 على الجذر x لما x يؤل إلى الزائد مالا نهاية هي نفسها limit ناقص 1 على الجذر x لما x يؤل إلى الزائد مالا نهاية ويساعدنا الصفر لأن هنا تعطي لكم 1 على المالا وهو صفر وهنا الواحد على مالا نهاية إنه صفر نقول حسب مبرهنة من الحصر فإن ماذا فإن limit limit sin 2x على على هكذا على جذر x لما x يؤل إلى إذا كان هذه الجهة صفر وهذه الصفر فهذه كم تكون حسب مبرهنة الحصر فلا جدال أنها تصبح لنا كم تساوي لنا الصفر لاحظتم إذن وجدنا أنها limit هذه الأفل x تساوي لنا الصفر ويمكن هناك التفسير بين قول x يساوي ماذا الصفر فإن النهاية إذا حسبت عند المالا وجدت عدد فنقول y يساوي الصفر ذلك العدد مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل بل هو محور الفواصل لما يكون الصفر لما يكون y يساوي الصفر حالة استثنائي أنه محور الفواصل هو مستقيم مقارب أفقي للمنحنى هذه الدالة فقط قدم أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى المثال الثالث لكن نركز معي لأن نحتاج إلى دساتر التحويل المثالثية يا أبنائي أولا نأتي إلى نقول لميت ماذا لميت x في سينيس عفوا نعم في سينيس x على 1 ناقص cos x لما x يقول إلى الصفر ركزوا تصبح لنا الصفر في سينيس صفر اللي هو صفر على 1 ناقص الكوس صفر كم هو 1 تصبح لنا صفر على صفر هنا حالة عدم التحيين لكن هنا ما أرجوكم يا أبنائي إلا التركيز معي لإزالة حالة عدم التحيين في هذه الحالة لأن تحتاج إلى نوع من الذكاء أولا عندنا بعض العلاقات المثلثة التي عليكم أن تتذكروا أو أرجعوا إلى كتاب السنة الثانية ألا تقول 1 ناقص كوس x ماذا يساوي 1 ناقص كوس x يساوي إثنان في سينيس مربع x على إثنان قلت x على إثنان لأن الكثير نسي هذه العلاقات وعندنا كذلك أبنائي أن السينيس x يساوي ماذا يساوي إثنان في سينيس x على إثنان هكذا في كوس x على إثنان هذه قواعد مثلثية عليكم بحفظها أركزوا أرجوكم الآن ما علينا إلا التعويض فتصبح لنا هكذا limit x في سينيس x على واحد ناقص كوس x لما x يقول إلى الصفر يساوي نعوذ كل واحد بما يساوي تصبح لنا limit ماذا أركزوا أرجوكم لا تنسوا أن هنا عندنا x يبقى يتبع تصبح لنا هكذا x في هذه القيمة هذه نعوذها في هذا الموضع فتصبح لنا إثنان في ماذا إثنان في سينيس x على إثنان في x على إثنان على المقام المقام كذلك هذه نعوذ بها في هذا الموضع فتصبح لنا ماذا تصبح سينا 2 في السينس. يمكن السينس المربع هو سينس اكس على اثنان. في golden china سينس اكس على اثنان. اذا قلت اسم مربع هذا اسم مربع مذهل وكمثالي table height bike reste j.ول上 x. حتى تفهموا ماذا يحدث لما اكس ه Vancouver يقل الى الصفر. هنا يذهب هذا مع هذا. ويذهب هذا مع هذا.ودا Club ماذا يحصل تصبح لنا الليمت ماذا اكس في كوس اكس على اثنان على ماذا على هكذا على ماذا على سينس اكس على اثنان لما الاكس يقول الى الصفر ما زالت المشكلة ما زال صفر على صفر دقيقوا هنا ارجوكم يا ابنائي الان ما علينا تذكروا ان قلت ان الليمت سينس اكس على اثنان على اكس على اثنان لما الاكس قلنا يقول الى صفر تذكروا ان قلت هذه واحد ذكرتها في الاول حتى تنتبهوا لنا الان ماذا يمكن ان نفعل الان ما رأيكم ان نأتي الى هنا نضرب في اثنان ونقسم على اثنان اركزوا ماذا افعل يمكن ان نختازل هكذا لماذا اكتب هكذا حتى نكتبها على هذه السيغة يسهل علينا الامر لأنه أضرب في إثنان وأقسم على إثنان لا يحدث شيء لاحظوا جيدا إذن ونكمل الآن أبنائي ودققوا معي نقطة نقطة كي تتعلموا تصبح لنا لميت ماذا لميت إثنان في كوس إكس على إثنان في ماذا لاحظوا جيدا في إكس على إثنان على سينس إكس على إثنان هكذا لما الإكس يقول إلى الصفر يعني لماذا اخترت هذا الشيء يعني هذا مع هذا نتركه لوحده وهذا مع هذا أتركه حتى أتحصل على مقلوب هذه النهاية دققوا فقط يعني قضية خدع فقط إذن لاحظوا وانتبهوا معي الآن هذا كيف يمكن كتابته انظروا وتابعوا المعروف أن هذه تصبح لنا تسوينا لميت إثنان في كوس إكس على إثنان في واحد على سينس إكس على إثنان على إكس على إثنان لأن كسر على كسر أنه هذا ينقلب فيصبح في هذا المكان حتى تفهم جيدا لكن طبقا لهذه القاعدة هذه القاعدة أليس هي نفسها هذه إنها كم إذن؟ إنها واحد فتصبح لنا تسوي لنا ماذا؟ إثنان في كوس سفر على إثنان في واحد على ماذا؟ وقلنا هذه يا ابناء تشبه هذه تصبح لنا على واحد فتصبح لنا إثنان في كوس سفر كوس سفر هو كوس كوس ماذا السفر على إثنان له هو السفر في واحد تساوي أن كم 2 في كوس الصفر كم هو الواحد في الواحد إذن هو 2 فقط إذن نهاية هذه الدلة إذن limit f لx لما الx يقول إلى الصفر إنها كم إنها 2 فقط أرجو قد فهمتم لأنني قمت باستغلال قلت دساتر تحويل المثلثية هذه عليكم أنت فهمها فكتبتها على هذه الصيغة حتى سهل الأمر فأصبحت هذه نهاية مشهورة وهذه لا تحدث لنا شيء مع قلنا x يقول إلى الصفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال أبنائي ولم تفهموا شيء أعيدوا الفيديو في هذه النقاط حتى تفهموه جيدا نأتي الآن إلى المثال الأخير كذلك الذي هو f لx1 ناقص كوس x على x مربع عند الصفر إذن هنا لو نعوذ تعويض مباشر كذلك سوف نجد حالة دم تعيين لماذا أبنائي؟ لأن الأمر متعلق هنا بالصفر وهنا صفر فتصبح هنا كوس الصفر هو واحد واحد ناقص واحد صفر على صفر يقول أحدكم لماذا لم تستعمل العدد المشتق مثلما أقولت لكن يا أبنائي هنا حذروا هنا يوجد لنا x مربع لما x مربع معناه هنا إشكال لو كان عندنا هنا x لأصبحت مكتوبة على حسب قانون العدد المشتق لكن هنا مكتوبة على x مربع فلا يمكن حتى تفهموا الفكرة جيدا حتى لا تخطيط الأمور فما هنا إلا لاستعانة بالعلاقات المثلثية نعود إلى العلاقة وهي واحد ناقص كوس قلنا x قلنا تساوينا اثنان في سينس مربع x على اثنان هذا الأمر الأول وتذكروا مثلما قلت كذلك أنه لميت سينس x على اثنان قلت على x على اثنان لما الـ x قلنا يقول إلى صفر هذه تتحدثنا عليها قلناها واحد تذكرواها دائما إذن فتصبح لنا ماذا تصبح لنا لميت واحد ناقص كوس اكس على اكس مربع لما الـ x يقول إلى صفر تساوي لنا لميت اثنان في سينس مربع اكس على اثنان على ماذا على اكس مربع لما الـ x يقول إلى صفر لم تزل حالة دنتين حتى الآن أركز وأرجوكم ما رأيكم أبنائي لو نضرب هنا في هذا المثال هنا في عفوا هكذا لاحظوا نضرب في اثنان مربع ونقسم على اثنان مربع دقيقوا على ماذا سوف سوف أكتبها على هذه السيغة حتى تفهم جيدا فتصبح لنا لميت ماذا اثنان في سينس اكس اثنان سينس مربع هكذا اكس على اثنان على أربعة في اكس مربع على ماذا على اثنان مربع يعني هذه مع هذه حتى تفهم جيدا فلما أكيد الـ x يقول إلى الصفر تصبح لنا تساوينا لميت اثنان في سينس مربع x على اثنان على ماذا على أربعة في اكس على اثنان الكل مربع يعني هذا مع هذا بما أن لهم نفس التربيع فالتربيع استخرجناه الكل فو يذهب هذا مع هذا مع قلنا اكس يقول إلى الصفر تصبح لنا تساوي دقيقوا أرجوكم تصبح لنا لميت واحد على اثنان لهي هذا مع هذا كم يعطينا واحد على اثنان وهذه يمكن كتابتها على هذه السيغة لاحظوا لهي سينس اكس على اثنان على اكس على اثنان الكل مربع لماذا؟ لأن هذه تكتب يعني سينس مربع اكس على اثنان هي سينس اكس على اثنان الكل مربع احذروا التربيع يكون لهذا ليس مثل هذا يعني حتى تفهموا جيدا أن سينس مربع اكس على اثنان لا يساوي سينس اكس مربع على اثنان هذا غير متساويان أرجوكم فهذا التربيع المقصود به هو مثل هذا يعني التربيع الكل أما هذا المقصود به التربيع لل اكس فقط ولهذا ارجوكم انتبهوا الى هذه الاشياء الآن طبقا لهذه لأن هنا يوجد لنا مربع البسط ومربع المقام فأخذنا التربيع واستخرجناه الى هذا المكان فأصبحت هذه القاعدة تطبق عليها هذه النهاية وهي كم وهي واحد أكيد مع قرنة دائما يقول الى الصفر فتصبح لنا هذه تعطيكم واحد الواحد مربع كم واحد مضروف في النصف كم يعطي لنا أكيد النهاية تساوي لنا نصف فقط أبنائي أرجو قد فهمتم هذا المثال رقم 4 ورقم 3 قد استعملت قواعد دساتر التحويل المثلثية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أرجو قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة ولعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جددا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته